أول ما دخلنا المول لقينا المكان التعقيم ده في وشنا وكاتبين من فضلكم نظفوا قديكم عاملين هند جيل كده على بوابات الدخول بتاعة المول ومش المول بس لأ ده كل محل جوه المول عاملين نفس الهند جيل ده قدام كل محل وموقفين واحد يقول لنا من فضلكم اعملوا قديكم من فضلكم حافظوا على سيف دستانس جوه المحل يعني ما تقفوش جنب بعض خلوا بينكم على أقل مترين لقينا المول كله ماشي في اتجاه واحد لقينا اسهم كده على الأرض يعني اللي رايح مش يقابل اللي راجع ده اتجاه وده اتجاه تاني حتى لو انت رايح اتجاه تاني على اليمين مثلا وانت ماشي في الشمال افضل ماشي مع الاسهم لحد ما توصل الاتجاه اللي هيوديك يمين ما تقطعش الطريق في النص علشان تروح كده عشان ما تقابلش حد راجع يعني أهم حاجة ما تقابلوش بعض وكمان على الأرض بين الاسهم وبعضها مكتوب من فضلكم يعني حفظوا على المسافة بينكم حوالي مترين من فضلكم كل شوية بليز 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 كل حاجة طلعنا السلم لأنهم برضو عاملين مسافات بين السلم عاملين فواصل وما ينفعش برضو من احنا نروح الناحية التانية لا لو انت رايح الناحية التانية لف من على يمينك ولف ورجع تاني نحية الشمال ما تقطعش السلم على اتجاه تانية عشان ما تقابلش حد يكون رايح فانت تبقى راجع فتقابله فوشه مش عايزين حد يقابل بعض فوشه خالص عايزين كل الناس تبقى ماشية ورا بعضها وتبقى برضو محافظة على المسافة اللي بينهم هنا بعد ما طلعت السلم كنت عايزة ادخل شمال معرفتش ادخل شمال لقيتو عاملين كده فواصل ومنعين الدخول شمال والاسهم ماشية من على اليمين فاضطريت ان انا اخد الطريق كله بتاعي على اليمين لحد معرفت اوصل للجهة اللي انا عايزة اروح لها بصراحة نظام حلو جدا يعني كل شوية هما بيقولو لكم بيفكروكم كل شوية من فضلكم عقموا قديكم قبل ما يدوكوا البسكت او العربية الترولي اللي انتوا هتسوقوا فيها بموقفين حد عليها يعقمها قبل ما تمسكوها ده شكل المول لما طلعت فوق كنت عايزة اوليكم الشكل من تحت كل اللي اسهم ماشي في الاتجاه واحد والناس ملتزمة بالماشي في الاتجاه المحليات اللي احنا بنتطر نقف عليها طبور موقفين الطبور بعيد انا واقفة هنا وعايز ادخل المحل اللي في وشي ده موقفين الطبور بعيد علشان المحلات اللي جنبه وعشان كمان الطريق بتاع اللي رايح واتلي جاي ما نبقاش الطبور معطله لان الطبور ساعد بيبقى طويل شوية لو محل كبير او محل عليه اقبال كبير مثلا المحل ده علشان كبير قوي واسع فالطبور بتاعه بيبقى طويل شوية فعمليين كزا لفة للطبور مش لفة واحدة مش طبور واحد ده كذا لفة كده قدام بعضها وبرضه جوه حاطين المعقم بتاع اليدين ده كذا واحد عشان العدد كبير ما يبقاش بقى الناس متكدسة فوق بعض عشان عايزة تعمل هند جيل في ايديها وتعقمها عامين كذا واحد وبرضه كل شوية من فضلك حافظ على المسافة من فضلك حقم ايدك من فضلك التزم بالتعليمات كل المحلات بصراحة عاملة كده امن وترتيبات ونظام حاجة بصراحة ابهرتني جدا جدا وخلتني مش خايفة خالص اني اعمل اي شوبنج هنا الاشارة دي من ساعة ما جيت البلد دي وانا نفسي بصراحة اتكلم عليها لانها ابهرتني جدا اول ما شفتها الاشارة دي اشارة للمشاة بس يعني هي مش بتخضر كده للمشاة غير لما الشخص اللي ماشي هو اللي يوقفها دايما بتتعامل في الشوارع اللي فيها محلات فيها مدارس او اللي هي بتبقى مثلا وان وي والعربيات مش هتقف لان هو وان وي في العربيات هتقف لي مفيش عربيات جاية تانية او مفيش تقاطع طريق فالعربيات مش مضطرة ان هي تقف عشان اشارة فبيعملوا الاشارة دي للمشاة لو في حد عايز يعدي الطريق هو اللي يوقف العربيات والاشارة تخضر ليه هو اللي يعدي انا اول ما جيت ما كنتش فهمة بصراحة ايه الاشارة دي وفضلت وقفة ومستني ان العربيات تقف لي طب والاشارة دي هتخضر ليه امتى لحد ما اكتشفت ان فيه زرار كده بضغط عليه هو اللي بيوقف الاشارة للعربيات وانا اقدر عدي بصراحة الاشارة دي عجبتني جدا فحبيت ان انا وريها لكم طحفة بصراحة اللي هو بارد كده شوية اه مع احنا طبعا مصيفين الجو صيف بس بارد شوية كده مع الجو مغيم وفي نفس الوقت منور الشوارع مبلولة لانها كت ممطرة وشكر كده الجو ده انا بحبه قوي يعني جو اللي هو الغيوم والبارد شوية كده مع شوية مطر خفيف الناس اللي بتحب الخريف وبتحب الشتاء والبرد والحاجات دي هيحبوا المنظر ده قوي اه انا عايزاكو بقى تكتبولي في التعليقات انتو بتتبعوني منين وعايزاكو تقولولي لو كنتو نزلتو رحتو مولات او محلات او حتى سوبر ماركت ايه اجراءات الوقاية والحماية اللي عندكم في البلاد اللي انتو فيها تمنوني عليكم ويريت الناس اللي في مصر بالذات تقولي ايه الاجراءات اللي عندكم بما ان الحظر تفكوا خلاص المفروض انتو بدعتوا تخرجوا وتروحوا محلات وكده قولولي النظام عندكم ازاي وايه اجراءات الحماية اللي عندكم شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد